مساء الخير حلقة جديدة وتريند جديد والنهاردة التريند جاي من تونس مباشرة على القاهرة تقريبا القاهرة فيها أجواء الشهرة والنجومية لكن هي برض والأسرة فنية عريقة في تونس لبناء الكافي لبناء الكافي أنت أساسا ممتك مطربة جبيرة جدا في تونس أه طبعا ماما زينة تونسية ابتدت مسارتها قبل ما تولدني أصلا يعني عارف أنت في أيام التمانينات وكده لما كانوا المطربين بيطلعوا من بلدانهم بيروحوا الخليج الأول وبعدين بيجوا مصر والماما كانت في التمانينات حكيت لي أنها جات مصر وتعاملت مع الموسيقار بلغ حمدي الموسيقار سيد مكاوي بس بعد كده فضلت أنها تبقى موجودة في تونس تغني الأغاني التونسية هي من جيل الفنانة أمينة فاخت عملت حاجة مع الفنانات مصريات أو مع مبطربين مصريين لا هي عملت أغاني فردية مع ملاحنين كبار في مصر بس ما عملتش دولتها إيه أبرز أغانيها بقى أنا بحبلها قوي كانوا عزاز للموسيقار بلغ حمدي أغنية جميلة جدا بحبلها حلوية دنيا حلوية بيضوي الأغنية دي أنا مصورة معها كنت موديل كان عمري أربع سنين هي مصورة كليب قديم بقى كنت موديل معها فيها كانت للموسيقار سيد مكاوي بحبهم جدا الناس حظهم حد دلوقتي يعني الأجواء اللي أنا عاشت فيها بسبب مامي وبسبب أنه بابك برضو مخرج مصرحي اللي يرحمه بالحسن الكافي خلتني دايما بالنسبة لي موضوع الفن موضوع الأغاني حتى موضوع التصوير حتى المصرح ده حاجة احنا بناشى كل يوم في اليوم بس أنت موضوع الفن مامشيش معاكي زي ما أنت عاوزت أه يعني أنت قاعدت تروحي وتقومي وتعودي وتجي يعني إيماني يمين في شمال في شمال في يمين ولغاية اللحظة دي أنت بتعافري أه طبعا أه طبعا بص هقولك حاجة إن إحنا نكون في العصر ده دلوقتي في إدن السلاح بتاع السوشيل ميديا أه لبعض الناس كان حسن حظ ليهم من جيلنا يعني جيلي ولبعض الناس مش حسن حظ يعني أنت نعصي إياه عشان حسن الحظ ديك أه ممكن الدعم ممكن الدعم بيجي بالفلوس أه لا ما هو عايزة اقولك حاجة ما هو مانا مش هغاني بفلوسي فهم حاجة؟ يعني مش همثل بفلوسي ما دلوقتي لغنا بقى بفلوسك ما تقنعنيش ان انت عندك منتك لأ هقولك حاجة بفلوسي عشان ايه انا برضو مش بفلوسي زي ما انت فاهم انا بعمل منتج منافذ للكليبات اللي انا بعملها مين الملحم مش بياخد فلوس مني بص انا بياخد فلوس مني اه علشان الحقوق بتاعت الكلمات بياخد فلوس مني بس لانه دي بتنزل على قناة اليوتيوب بتاعتي يا محمد طبعا يعني مش عشان حاجة يعني اساسا دلاتي ما فيه شركات انتاج انا مش بتكلم على شركات انتاج كدعم من ناحية دي انه يدفع للملحم ويدفع للمؤلف دي بتبقى اتفاقات انه شركات الانتاج الكبير او الناس اللي كانوا موجودين في العشرية اللي فاتت خلينا مثلا نحط امثال نصر محروس اوكي بيعرف يصنعلك نجم بغض النظر بقى النجم ده هو اه اللي بيدفع ثمان في واحدة اسمها نوال نوال اسمها مخصمك ولا مخصمك على فكرة اول مرة اعرف اسم الاسم كسارة الدول اه ايوة ده اللي انا بقوله لك انت دلوقتي والله العظيم ممكن حتى الناس المشاهدين زي ما يعرفوش نوال بس انا اعرف مخصمك لا بعد ما تشهرت الاغنية اه اتعرف اسمها بعد شوية كتير من شهرتها بالاغنية اتعرفت طب تمام يعني انت بتتكلم انه احنا ازاي نصنع ترند اوكي نوال دي انا معرفهاش بشكل شخصي يا ارزاق مش تريني يعني هو الترند بتاعها ده هو اللي شهرها هي كانت ممكن تقعد خمسين سنة ومحنش عارفها برد اه انا معاك ومش معاك ليه؟ لانه الترند دلوقتي بيتعمل بيتجهزنه بس انتي دايما بتحاولي تبقى اني بهجيام وبهيرة ولبس ودايما كده قلعة يعني صقر معلش قلعة ايه؟ لا حقولك حاجة يعني مثلا على طول بشوفك في صورك كلها طيب انا عايز اقولك حاجة بحاولك ازهاري حلوتك كلها طيب انا اصلا مش شغلة ببيع سبح يعني انا فنانة والفنان ده ابهار انت تبهريني تقلعي؟ لأ مش ابهرك اقلع معلش انت بصت الوقتي الناس بتلبس ازاي انا مش بتكلم على الناس العادية في الشارع انا بتكلم على فنانات في الوطن العربي ما انت تبقى في الشارع كده والناس بتشوفك دي طريقة لبسي سخافة بلد دي احنا بنلبس كده انت دلوقتي لو انزلت تونس في الصيف دلوقتي اه؟ مش هتلاقي حد اه لابس لابس فوق الركبة بشوية ايه احنا انا مش في الساحل مش مسألة الساحل معلش مهي مصر بتقبل الناس بثقافاتها لانت واحدة مثلا جاية من المانيا وعيشها في مصر مش هقول سقيحة يعني حاولي تقفلي الدنيا شوية حر يا حبيبي حر معلش مش قادر يعني حاولي تقفلي ما انا مش بفتح في كل الاماكن انا مش هنزل مثلا للحسين اوكي وانا لابسة كده اوكي انا بتردد في الاماكن اللي فيها الناس لابسين زي انا الاماكن اللي بتردد فيها الناس لابسين زي انا مش بنزل كده في الحسين مش بنزل وسط البلد وبتمشى وانا لابسة كده انا بقولك نصيحة براحك هي بص نصيحة بس خليها في محلها يعني انا لما بقعد لما بقعد في الاماكن او الاماكن اللي بتردد عليها هتلاقي كل الستات اللي حواليها بما فيهم بانوتات وامارات مصريات لابسين زي ولا انت بتحاولي تتعمدي بقى انك تظهري ويقولي حلوة وجميلة وامر وكده فالناس تبصلك فيعلاقوك فتتشهري فيحبوك طب مين الفنانة اللي ممتتعمدش تعمل كده عشان تتشهر ويحبوها قولها لي قولي اسمي واحدة متعمدتش تعمل كده او ادارتها الناس اللي بتديرها تعمدت تعمل كده انا قديك برضو امثلة جيجي لمرة عمل ايه مع نانسي عجرم في الالفين في سنة الفين واثنين لا دي نانسي عجرم لو لابسة كل حاجة برضه انحبها دلوقتي بس لما طلعت نانسي عجرم وكادت مطربة مجهولة الهوية قبل اخصمك اه كانت حد مجهولة الهوية بالنسبة للشعب العربي كم واحد يعرفك المتابعين بتوعي يعرفوني عندي متابعين يعني في حدود التلتمية الف دول يعرفوني يعرفوكي يعرفوكي يعني لو نزلت نسبة مشاهداتك كان مانا بقولك في نسبة المشاهدات عندي تلتمية كم واحد بيشوف اه مع مع التسويق والاعلان وكده بيوصل لمليون بيشوفوه مش كتير برضي مش كتير طب اعمل ايه او اي حد ابتدى بمليون يشوفوه يعني انت هتبقي نجمة ولا انت حاسة ان الموضوع طب انت هتبقى نجمة هتبقى عمر قديم انا احسن من عمر قديم هتبقى اوبرا انا بشايف نفسي احسن انا بكلمك عليك انت طب انا شايف نفسي ان انا من افضل النسر بتغني في الوطن العربي دلوقتي انت جاية اضيفها عندي اللي جاية تسأليني لا انا باصلي انا هقولك حاجة انا مش جاية اسألك اني انا يعني اتعدى وظفتي وظفتك واخد وظفتك انا باسألك في ايه اصلي انت بتسأل سؤال مالوش اجابة اوكي مالوش اجابة انا عاوز اعرف انت ايه انت ايه تموحك في الحياة لا انا مش تموحي انا شايف نفسي النهاردة انا من افضل الفنانات في الوطن العربي دانتي انا لحد ما اتعرف بقاعدة جمهرية اكبر انت حاولت تتمثلي ما انجحتيش لا مش ما انجحتش ما جتنيش الفرص اني انا اشتغل مع مخرجين كبار طب يعني اكيد لما حامل دور صغير مع مخرج صغير مع انتك صغير يروح عارضها على منصة اي كلام فمش هتشافت طب الغنى هنوصل فيك انا هوصل في الغنى وفي التمثيل في كل حاجة انا كلوبنا انا انسان موهوبة وفي كل مقاومات النجومية مين قال ناس محترفة في الوسط الفني في الوطن العربي لما انت موهوبة ليه ما حدش انتاج لك لانه الانتاج ليه ابعاد اخرى عشان حد ينتج لحد لسه ما صنعش اسمه ليه ابعاد اخرى وانت عارف الابعاد دي ليه ابعاد اخرى عندنا فنصر هنا الابعاد كلها واضحة الابعاد واضحة شطارة شغل نجاح لا والله والنبي شطارة والشغل ونجاحه بجد طب ايبا عرفني عليهم الشطارة والشغل والنجاح مش مش قصتي لا عرفني عليهم اصل الابعاد بتاع انه حد يبقى لسه ما صنعش اسم كبير وانه يجي حد يدعمه معروفة الابعاد دي تبقى عام مثله طب انت بقى لما ليه روحتي اغنيتي اغنيها بالفرنساوي ليه وقت بحبها هقول لك حاجة واحنا بنفهم عاربة عشان نفهم فرنساوي اه مش متوجهة للشعب المصري بس متوجهة للعالم كل متوجهة للشعب المصري كل اغنية متوجهة للشعب المصري يا حبيبي انا كتبت كلمات وانا تونسية كتبتها باللهجة العامية المصري ليه فرنساية ليه الاغنية برا من شعبتها بحبها بحب الاغنية طب دلوقتي انت طبعا اقول لك حاجة فنانة كبيرة زي السوبرستار اليسا سألتها انت ليه غنية اغنية العبدالحليم مثلا في ألبوم الهاتف انا براحتي براحتي براحة دي نجمة معلش انا برضو نجمة في نفسي يعني انا اختياراتي دي هي اختياراتي مدمرة حياتي لا مدمرة حياتي ده ايه ده اختياراتي زي الفلاصة لا ده اختياراتي مدمرة حديدة اغنية احنا تساعد اه ما انا عارفة نجاح كبير قوي يا عبدال عنك ان شاء الله بل عندك انت كمان انا مش مطرب معلش بس انا لو غنت هنجح ليه بقى قولي بقى الخلطة بتاعتك لا عندي جماهيرية وعندي بوش اعلاني يخلوني رقم واحد انا حاسة ان انت بتعيرني بالجامعة على فكرة المطرب او الفنان اوكي بيبتدي فنان مؤمن بنفسه وناس حواليه مؤمنين بيه بعد كده ناس قاعدة جماهيرية صغيرة مؤمنة بيه بعد شوية شوية تبتدي القاعدة الجماهيرية دي تكبر فانت بتعيرني بحاجه اصلا عايز لها سلم تطلع عليه مش حاجه انا لامتلكها انا امتلك كل مقاومات الفنان الناجحة هاتي سلم ايه؟ هاتي سلم اجيب سلم اه اه طب مين قلك ان انا مش لقى السلم انا اعوزه ساع بك والله طب ساعة انا مش فهم انت انا بقولك انت عاوزت اتلعى بالسلم اتلعى بالسلم بقولك هاتي سلم طب لا معلش وضح لي يعني يا قصدك ايه يعني هاتي سلم مش فهم مش انت بقول لي عاوز اسلم لا انا ما قلتش عاوز اسلم قلت الفنان بيطلع على سلم علشان يوصل للنجومية الكاملة طب انا بقولك هاتي سلم عشان تطلع على النجومية على طولي طب خلاص هاجيب بص من قالك ما عنديش سلم اوكي ممكن اجيب السلم اللي في دماغك ده لو شفته مناسب لي لا انا مش دماغي حاجة حضرتك قلتي اللي في دماغك مشانا انا عايز السلم على الطبيعي اللي من الناس بتطلع عليه اه طب خلاص يبقى لو السلم الطبيعي اللي الناس بتطلع عليه انا السلم ده سلمي عارفاه وطلع عليه بخطوات ثابتة اوكي اني ابقى ان شاء الله كل سنة بعمل انتاج اوكي بتطور فيه زي بص هقولك حاجة لما انا بتطور من سنة لسنة حالة بس السرعة بقى في اني انا ابقى نجمة تبقى نصيب بتعرف لا ان شاء الله تبقي نجمة انا عاوزك تبقي نجمة وهو الله يا بص انا حسيتك ان most didn'tların هو انا انا حاجة انا مش جاي ضدك انا بس بقولك اختياراتك من دمر حياتك لا اختياراتي مش مدمر حيات بص اختياراتي مش مدمرة حياتي واحلى اغنية بيغنيها احمد صاعدة هؤنا ليه كلما اخذ الاغناء دي بليلي اصل انت بتقولي اختياراتك مدمرة حياتك لا اراضي اختياراتك مدمرة حياتك دي نسبة للأحمد صاعد اقولك ان شاء الله تنجحي زي ان شاء الله يا رب وليه لا وللأ انت لو سألت الفنان احمد سعد وقعدته مكاني خليه يحكي لك على البدايات يمكن تكون بدايات متعبة اكتر من بدايات سالك سالك مع الحمد لله طلعي على السلم على طول طلعي على السلم على طول انا اعرف الفنان احمد سعد بقى له كتير قوي بيغني وفي اخر 3 اربع سنين بقى طب التمثيل او الغنى بالنسبة لي لا بالنسبة لي انا اكيد بالنسبة لي اه معلاش زي ما تقول كده مجازة اه او بادي لانجوج انت اشتغلت حاجة في مصر هنا قدي كتير اه اشتغلت مسلسل كان مفروض يعرض على منصة معينة اه اتعرض على المنصة تانية ما فيهاش مشاهدة فما متشافش بس انت شايفة ان انت بدايتي تحطي على الطريق الصح لا انا ما عنديش تحطي انا بص انا بشتغل بنفسي انا بديت اني انا احط تركيزي في طريق الصح اصلي اصد في الأول هقولك من اه 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 طيب انا هقولك بالبلال انا بحاول اكن متنوعة 대دatives ال��비يات اللي بقدمها بحاول يبقى فيها اداء تمثيلي بحاول بحاول انه لم يكون اي كلام يلا اي اللي بقدمها بحاول يبقى فيها اداء تمثيلي بحاول انه الكليب ما يبقاش اي كلام يلا خليني اتنطط وارقص واقول الكلمتين انت ممكن تبص للتعليقات اللي بتجيني وممكن تبص للناس اللي بتكومنت على الحاجة اللي انا بعملها اوكي هتلاقيهم في بعضهم فاهمين جدا انه انا ما بعملش اغنية وخلاص اغنية بس تبقى ترين بحاول اتنوع اغني كل الستايلات انا دلوقتي لسه ما اغنيتش الستايل مثلا المقسوم السريع المصري دسه نفسي اعمله كم انت اعمليه بقى هعمله ان شاء الله بقى انا لو كنت عايزة اوصل بسرعة اوكي كنت عملته في الاول بوصل بسرعة في احتمل كتير جدا اني انا اقعب بسرعة ودي امثلة كتير طبعا مش هنذكر اسماء الناس اللي حصل معهم الكلام ده بس خد كل خطوة كده وتريس فيها وحاول اني انت تاخد منها خبرة للخطوة اللي بعدها من وجهة نظري المتوضعة انه ده الطريق الصح ده اللي حيخليك لما توصل طرف تعود تملى الكرسي الكبير اللي موجود على القمة ده في ناس كتير وصلت بسرعة وقعت بسرعة لا هو موضوع اللي كنا بسرعة هو صعب اوه الوطن العربي كله لا هو مش صعب صعب انا عايز اقول لك حاجة في شركات انتاج ودي كرس انتاجيا اه بس خليني اقول لك هو صعبته في ايه اي حد ممكن يمثل فعلا دي كلمة خطة من مخر كبير من غير ذكر اسمه قال لي مخر كبير جدا في مصر قال لي انا ممكن اخلي اي حد يمثل اوكي لانه التمثيل ليه الممثل ده اداة مخرج يقدر يوظفه في الدور في المكان اللي يطلعه في شكل كويس بس مافيش اي حد يقدر يغاني تلت عليك اشعات اه كتير بس بتتجاوزة انت حد وطلقك ودربتوا حاجة كدة اونا ده دي اشعات لا انا كنت متجاوزة وتطلّقت بس الا دربتوا ولا دربني انتو مضربتش جزء. ضربتو اضربو الورطاجية انا انا بقولك على الاشعاعات اللي تعملت. لا لا خالص مفيش الكلام ده. وفي تونس في حاجات دي? لا اللي تجاوزتو متجاوزتوش في تونس اصلا. والله? ام. ده كان من ايه? ليبيا? لا لا من مصر اه. اه لا 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 ما فيش دربة عن دربة. لا لا ما فيش دربة خالص. اه علاقة زي اي كل العلاقات اللي بتحصل. علاقة اه لقنا نفسنا مش قادرين نكمل مع بعض في الستايل ده. بقنا اصدقاء. خلص. ما الرميل اللي كان بتطلع اشاعات انت عنديك مشاكل مع طليقها وحيات او مع جوزك اللي بيطلعو اشاعات على كل الناس. ليه بقي بيطلع عليك اشعاعات?. كل الناس بيطلع عليها اشعاعات. اي حد اندر سبوت حتى لو السبوت بتاعه لسى صغرنا يعني مش السبوت الكبير بيطلع عند ا plataformpes steel. اي حد. الناس عندهم من المراد النافسي ده. يحبوا يصدقوا الحاجة الغلط اللي فيها اللي فيها عاجة غلط. مش عارفة ليه. ما عرفش المرض ان ده مرض جماعي يعني تلاقي نفسك لو شفت مثلا فيديو مكتوب عليه فضيحة مكتوب عليه حاجة هتفتحه تتفرج عليه لو لقيت عنوان عادي مثلا انه بيتناقشه في موضوع انساني مش هيجيب لك الموتيف ان انت تتفرج عليه في الفيديو عشان كده الكابشنز في السوشيال ميديا مهمة يقولك حط كابشن مهمة والله انت بزروري انا ساعة احط بكلمة تانو الفيديو انت ما شاء الله فيديوهاتك كلها نجوم انت ما انت اقل اقل حد بتطلع معا فيديو على السوشيال ميديا بيبقى من نجوم الصف الاول وانت نازل بتطلع مشاعلها مع سوبر 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 ستارز مش عايزة دول مش هم كابشن يعيش هتمثلي قريب لو اه لو انت هتختاري اه لا 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 انا مش هعمل نفس التجربة اللي فايتت اه طبعا لو مخرج كبير دلوقتي لو مخرج يبعا طبعا هنجيب مينين بقى مخرج كبير لا 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 انا مش همثل مع مخرج صغير مش عايزة امثل مش محتاجة امثل مع مخرج صغير عندي موهبة مش موجودة عند باقي البنات اوكي اللي ما عندهاش غير انها شكلها حلو اه وممكن تمثل عشان تتشاهر بيبقى مش قدامها غير التمثيل لازم تضحي بقى وتروح تشتغل مع مخرجين صغيرين انا في الاساس مطربة لو ما جانيش مخرج مهم لو ما شافني في دور ان شاء الله مشهد مع مخرج مهم احسن لي ما اعملش التجربة دي تاني زي ما قلتلك المسلسل اتعرض على منصة ايه كلام ما حدش شافه انا ما شفته مش عايز ما ما عنديش اشتراك في المنصة دي دي كانت حلقتنا النهاردة مع النجمة لبنا الكافي اللي نورتنا وشرفتنا وان شاء الله نشوف حاجات حلوة لك كتير ان شاء الله يا محمد وانا على البستوى الشخصي برغم كل انت عملتو فيه في الحلقة دي برضو بحبك انت حد تتحب شكرا حسن